السلام عليكم حيابكم في مطبخي معاكم لالد كيف أحوالكم وكيف رمضان معاكم إن شاء الله يكون دخل عليكم بالخير والبركة والصحة الدائمة إذا كنتوا أول مرة تزوروا قناتي وعجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيه ومشاركة الفيديوهات أصدقائكم وصفتي لكم لليوم المخلوطة بالعدس وصفة جدا لذيذة وسهلة وفعلا مكوناتها متواجدة في كل بيت إن شاء الله تنال إعجابكم عنحتاج للوصفة بصل أحمر وكزبره وكوب عدس أحمر أو كمية العدس حسب رغبتكم ومجموعة من البهارات وللصص عنحتاج تمر هندي وبسباس أخضر أو فلفل أخضر وكزبره ويلا تعالوا نبدأ بالوصفة أولا لازم ننقع العدس لمدة ساعة على الأقل في ماء ساخن عشان يترطب ونقدر نطحنه وإذا كان متوفر عندكم طحين العدس الأحمر ممكن تستخدمه وبعد ما ننقع العدس لمدة ساعة على ماء ساخن نطحن في الخلاطة أو الطحان لما يكون ناعم ونضيف لك قليل من الماء على سب نساعد في طحنه لازم تضيف الماء بالتدريج عشان ما يخفش عليكم الخليط وفي نقطة اللازم أوضحها لكم أنا لما طحنت العدس أضفت الماء في قوامة خف شوية فكمان أضفت العدس وعدلت القوام لازم يكون قوامة أثقل من هذا القوام يكون تقريبا قوامة مثل قوامة لقويمات عشان لما نجي نقليه نقدر نشكله بسهولة نجهز البصل نقطعه إلى شرائح رفيعة جدا وممكن كمان نضيف أي خضار تحبوها مثل البطاط أو ممكن البصل الأخضر وممكن كمان نضيف الجزر الخضروات حسب رغبتكم أنا معتمد مخلوطة العدس بس بالبصل والكزبرة نضيف البصل وعليها الكزبرة والبهارات ملعقة ملح وملعقة الصغيرة كركم وملعقة الصغيرة فلفل أسود وملعقة الصغيرة بابريكا وملعقة الصغيرة كامون نقلب الخليط ونبدأ نعجنه أنا في هذا المرحلة لاحظت أني قوامة الخليط خفيف فأضفت لي كمان عدس مخلوط وعدلت قوامة لكن أنا حبيت أن أبهكم من إضافة الماء في البداية عشان ما تتلبكوش ويخف عليكم القواء نعجنها كويس ونمزج الخضروات مع العدس وهكذا تكون جاهزا للقلي نقليها على طول عشان الخضروات ما تخرج سوائل ويخف الخليط لازم نقليها أول ما ينخلص من خلطها نضيف الزيت على الطاوة ونترك لما يكون حرارة متوسطة ونبدأ بالقلي لازم تكون حرارة الزيت متوسطة عشان يأخذ راحة في التحمير وكمان يقرمش تشكيلة سهلة جدا مجرد أنكم تأخذوا كمية بسيطة وتحاولوا تكوروها في يدكم ونحطها على الزيت مثل ما هم وضح لكم في الفيديو في البداية نخليها لما تتماسك وبعدين نبدأ نحركها بالملعقة بهدوء ونقلبها من كل الجهات لما تأخذ القرمشة المطلوبة إذا كانت النار عالية حتتحمر عليكم بسرعة وحتكون رطبة ومش مقرمشة فنخلي النار متوسطة عشان تأخذ راحتها في التحمير والقرمشة وهذا شكلها بعد ما تحمرت نخرجها من الزيت على ورقة المطبخ ونكمل كل كمية الخليط نجهز سوسا مخلوطة بعد ما ننقع الحمر نحاول أن احنا نضغط عليه ونخرج كل الخلاصة منه وإذا كنتوا مستعجلين تضيفوا التمر الهندي على ما ساخن وتفوروه في قلب وتقاس بسرعة حيخرج منها الخلاصة ونصفيه تماما من كل الحبوب أو الشوائب الذي فيه نضيف عليها الكزبرة وقرون الفلفل الأخضر وكمان إذا تحبوا تضيفه الثوم نضيف رشة بسيطة كمون ونملح وإذا كان متوفر عندكم البسباس العدني ممكن تضيفوه على هذا الصوس يطلع جدا لذيذ وهكذا يكون جاهز ننقل إلى وعاء ثاني ونقدمه مع المخلوطة هذا الوصفة أنا متأكدة إنها حتنال إعجابكم لأنها جدا لذيذة وكمان مشبعة لأن العدس يتكون من ألياف وكمان فيه بروتين في ساعد على الشبع إن شاء الله تكون الوصفة نالت إعجابكم ورضاكم لا تنسوا مشاركتها أصدقائكم عشان يستفيدوا وشاركوني في التعليقات إذا جربتوا هذا الوصفة من قبل وإذا جربتوها على طريقتي قلولي إذا عجبتكم أستودعتكم الله في وصفات جاي إن شاء الله